اهلا ومرحبا بكم عزاء المشاهدين وأنا ألتقيكم في علاقة جديدة من برنامجكم حديث من عراقي في الحلقة الماضية كنا قد توقفنا ونحن نتحدث عن وضع الحال السياسي في العراق بعد تظاهرات تيار الصدري وبعد بيان مقتدى الصدر كنا قد توقفنا عند حديث قلت أنه يعني الحديث لمصطفى الكاظمي وتركت الحديث إلى هذه الحلقة في هذه الحلقة سنكمل ما بدأناه مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء الحالي ورئيس الحكومة الحالية صدر بيان يوم 28 التموز الماضي البيان تحدث عن أشياء غير موجودة وغير واقعية الحقيقة ولذلك كنا نسميه ما زلنا نسميه ظاهرة صوتية المشكلة في هذا الرجل أنه ظاهرة صوتية لا يدرك أو يدرك ما لا أعرف أنه هذا الشعب اللي يتحدث به شعب العراق مو يتحدث مع نفسه مو يتحدث بغرفة لوحده هذا الذي يكتبه بالبيانات أو أحد يكتبه لها ما أعرف يجب أن يحسبوا حساب أنه هذا سيخرج للشعب العراق أو الشعب العراق سيضحك على هذا الكلام قال عموماً هو قال قال نتحدث عن استعادة العراق لعافيته كيف استعادة العراق لعافيته لا يقول أنه القاطر أولاً يعني دائماً ما نسأل نفسنا بهذا الحديث العراقي بوسيط ما هو شكل العافية التي يتحدث عنها مصطفى الكاظمي التحدث قبل هذا يعني يعني العافية هذه هو يذهب إلى مؤتمر جدة وقبلها يتحدث ما هو شكل هذه العافية يعني شنو معاييرها العافية هذه الأمن في أسوأ حالاته الاقتصاد في أسوأ حالاته الوضع السياسي هذه الفوضى وهذه المصائب والخلافات والكل إيده على الزنات وسلاح عبيدة العراق بلا سيادة وبلا استقلال منظمات إرهابية على أرض العراق خلافات دائمة وتتفاقب الشعب خارطة الجوع به تزداد كبراً وعنقاً البطالة تزداد الأمراض تزداد الخدمات غائبة شنو وجه العافية قل يقول لنا شنو وجه العافية غريب عجيب هذا الكلام العافية تقاس بما نحققها من إنجازات بما نحققها من مكتسبات بالتنمية يجقد نفتح مصانع يجقد نفتح مدارس يجقد نسوي مشاريع يجقد نقلل من نسبة الفقر يجقد نقلل من نسبة البطالة يجقد نوقف من الفوضى السياسية يجقد نضبط الأمين وين هذا؟ لقد قال لي هذه كذبة كبيرة وقال حققنا إنجازات على الجميع الحفاظ عليها أي إنجازات هذه؟ يعددها للشعب يعني هي إنجازات فيك كلام على الورق يعني يعني يروح يسوي لي ما عرف وين يخلي حجر الأساس لمشروع ما عرف وين وهذه إنجازات؟ هل إنجازات؟ يركب الطيارة ويروح للجدة هال إنجاز يعني هو يدعي أنه هو وسيط بين الدول وانت دحافظ على أمن العراق ووضع العراق وسياسة العراق وسياسة العراق وبين إنه شنو سياسة العراق الاقتصادية والسياسة العامة وبعدين نتحدث عن وسطة مجرد العراق ساعي بريد مجرد محطة التي تقوم بها السعودين مع الإيرانيين ولا غيرهم فهذا لا تعتبر أنه أنت لا تعتبر أنه أنت يعني الآن صارت لك مكانه العراق تصبح له مكانه بقدراته بقدراته الاقتصادية السياسية أولا والاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية أنت مدارسك لا معترف بها شهاداتك جامعاتك لا معترف بها خارج السياس مستشفيات ما عندك الطبابة ما عندك كفاءاتك هاجرت ما هي الإنجازات وبالتالي تحدث عن عدم مشاركتي في الانتخابات المبكرة السابقة لحماية الانتخابات من أي اتهام أو تأويل يعني إذا شاركت ستسوي أنت هو 85% من الشعب العراقي لم يشارك يعني إذا أنت شاركت رح يشارك 85% رح يشاركون ينتخبوك ما هي نفس المصيبة أنت إذا شاركت وإذا لم تشارك يعني ما الذي ستضيفه أنت سوف يفضل على قوى العملية السياسية لا أحد يشتريها يعني شعب شعب مويمة القضية مويمة الشعب يريد ما ينفع وهؤلاء وقف ضدهم وطلع عليهم بثورة تشريب ولي أنت الدعية التي خرجت من الرحمها وهذه كذبة كبيرة طالب الجميع بمواجهة هو الخلاصة حتى يوصل لهنا طالب الجميع بمواجهة الأزمات والخلافات وروحية الحوار الوطني نرجعنا إلى نقصة الحوار الوطني الكل يتحدث أي حوار وطني هم تبعدون بيناتكم السولفون وبوس رأس عمك وبوس رأس خالق وهذا زيادة لك وهذا هل قد لك وهذا المكان لك وهذا المكان لي ومدري شنو كذا واتفقتوا قلتوا اتفقنا وشكلنا حكومة وعلى العراقين أن ينصاعوا ويقبلوا بهذا المصيبة ويقبلوا بهذه المصيبة ويقبلوا باستمرار الفساد والخراب والعملية السياسية هي هذا الحوار الوطني تحت سقف الوطن الواحد أي وطن واحد الأكراد بصفحة هل سنة بصفحة أنتوا فصلتوهم والشيعة بصفحة ومعرف مين بصفحة والمحافظات بصفحة والكل يون والكل ين والكل يرطم والكل مهضوم حقوق وين يعني هل أنت تشوفوا العراق واحد موحد الآن في ضل هذه السياسة في ضل 20 سنة من الخراب والدمار ما هو هذا ما هو واحد العراقيين هي الدولة القوية هي الدولة المحترمة اللي يحبها الشعب اللي يفتديها الشعب اللي يتقدم للشعب خدمات اللي تحب الناس تحب الشعب وتحب الوطن وتقدم لخدمات تقدم لإنجازات وتنمية وبناء ومدارس وجامعات ومستشفيات وطرق وتجيب لفلوس وتخليها بيدة مو مو تبوق فلوسه تريليون ونصف تريليون دولار بكتوها ونهبتوها والآن تتحدثون بهذه الطريقة هذا مو كلام من عندنا هذا كلام واقع يعني هذا الذي تحدث به مصطفى الكاظمي طبعا مباشرة الكل كانوا يأيدون ويأيدون حوار وطني وحوار وطني واللي بالعير وبالنفير واللي لا بالعير ولا بالنفير أيضا يتحدث عن الحوار الوطني وما تعرف أنت تسأل نفسك شنو هذا الحوار الوطني ونفس القضية هو الحوار بيناتهم وياما قاعدوا وتحاوروا بيناتهم سولفوا بيناتهم ما يسمونه اللغة الدارجة العراقية اسواروا فوق وبالتالي شخرجوا إلى نتيجة ووصلوا إلى نتيجة ما هو هو الإطار كله مشكل على أن تتحاربوا على أن تتشاكسوا على أن يدفع بعضكم البعض ما هو هذا وإذا اختلفوا الحرامية بينة السرقات ما هو هذا الوضع وعشرين سنة العراق من سيء إلى أسوأ وين التقدم وراء عشرين سنة ونتم تتحدثون عن أقل مثال تتحدثون عن أكثر من ثمانين مليار دولار صرفتوا على الكهرباء والكهرباء موجودة يعني واحد شحشوا ياكم شي يقول لكم أكثر هذا التعليم اللي وصل إلى أسوأ درجاته جامعيا والتعليم الأولي والتعليم الجامع والدراسات العلية كفاءاته مصالع لا زراعة عندك ولا صناعة عندك ولا تجارة عندك ولا نفط ويعتبر أن العراق تنمية يعني نمو النمو تصدر نفط تجيك فلوسه وهذا النمو النمو وصير تنمية وصير أعمار وصير بناء وصير تشغيل لكل الناس والطاقات والبطالة عندك نسبتها متدنية جدا تكاد تكون صفر وفقراء ما عندك والكلسة واسية والعدالة والقانون هو الأساس هذا البلد الذي يتنميه هذا البلدان بهذا الشكل تقاس أما بالحديث الذي تحدث به فهذه مشكلة كبيرة ربما أيضا وقت هذه الحلقة لن يحتمل أكثر سنتحدث في الحلقة الأخرى وربما سيطول الحديث إلى أسبوع آخر أيضا لأن هذه المشكلة قائمة واستبقى قائمة وهي الأساس في ما يحدث اليوم في العراق وهي أساس بجذورها إلى عام 2003 ما يحدث اليوم تأسس له في عام 2003 هذا ليس جديدا ما يحصل اليوم ليس جديدا فقط أريد أن أذكركم جميعا بهذا الشكل وبهذه الحقيقة المرة التي مرت على بعضكم للأسف الشديد والبعض لم ينتبه لها أو البعض ضبل لها من عام 2003 لحد الآن هذه جذورها وهذه نتائجها ما زرع الاحتلال الأمريكي والإيراني في العراق الآن يحصد أهل العراق بالخيبات والأذى والسوء والخلافات والدمار والترقب والخوف هذا واقع الحال أترككم بخير العزيزة المشاهدين نلتقيكم في حلقة أخرى لنكمل هذا الحديث لذلك الآن أستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة